السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء طلاب الصف السابع مع درس جديد من دروس مدة الدرسات الاجتماعية فرع الجغرافية عنوان الدرس الأقاليم المناخية الجزء الرابع مراجعة وتدريدات أعزاء الطلاب درسنا فيما سبق الأقاليم المناخية وقد مر بنا العديد من المعلومات الهمة في هذا الدرس فهيا بنا نراجع أبرز ما جاء من معلومات في هذا الدرس قبل البدء في حل تدريبات الدرس أهم الموضوعات التي تم تناولها في درس الأقاليم المناخية أولاً تعرفنا على مفهوم الإقاليم المناخي ثانياً تعرفنا على الأقاليم المناخية في العالم ثالثاً قمنا بتصنيف الأقاليم الطبيعية في العالم أولاً الأقاليم المناخي ممطقة متشابهة في خصائصها المناخية من حرارة وأمطار ورياح ورطوبة ومتميزة عن غيرها من الأقاليم المجاورة ثانياً الأقاليم المناخية في العالم تصنف الأقاليم المناخية إلى الأقاليم الحر الأقاليم المعتدلة الدفئة الأقاليم المعتدلة الباردة الأقاليم الباردة القطبية ثالثاً الأقليم الطبيعية في العالم الإقليم الرئيس الأقليم الحر وتقسم الأقليم الحرة إلى أقليم فرعية هي الإقليم الاستوائي الإقليم المداري الإقليم الصحراوي سنتناول الآن الموقع الفلكي الإقليم الاستوائي يمتد بين دائرتي عرض 0.8 درجات شمال وجنوب خط الاستواء بينما الإقليم المداري يمتد بين دائرتي عرض 8.18 درجة شمال وجنوب خط الاستواء والإقليم الصحراوي يمتد بين دائرتي عرض 18.30 درجة شمال وجنوب خط الاستواء أما من حيث درجة الحرارة والأمطار فإن الإقليم الاستهائي يتميز بحرارة مرتفعة وأمطار غزيرة طوال العام الإقليم المداري يتميز بصيف طويل حار غزير المطر شتاء قصير دافئ جار الإقليم الصحراوي يتميز بارتفاع درجة الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء والأمطار نادرة نتابع سويا الأقاليم الطبيعية في العالم الأقاليم المعتدلة الدفئة تقسم إلى أقاليم فرعية وهي الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط الموقع الفلكي يمتد الإقليم الصيني بين دائرتين عرب 30 درجة وأربعون درجة شمال وجنوب خط الاستواء شرق القراتي بينما إقليم البحر المتوسط فإنه يمتد بين دائرتين عرب 30 درجة وأربعون درجة شمال وجنوب خط الاستواء غرب القرات أما من حيث درجة الحرارة والأمطار فالإقليم الصيني صيف حار شتاء دافئ أمطار طوال العام بينما إقليم البحر المتوسط صيف حار وجار شتاء دافئ وممتر نقل سويا أعزاء الطلاب الأقليم الطبيعية في العالم الإقليم الرئيس الأقليم المعتدلة الباردة تقسم إلى أقليم فرعية وهي الإقليم اللورنسي الإقليم القري إقليم غرب أوروبا نتناول الموقع الفلكي فإن الإقليم اللورنسي يمتد بين دائرتين عرب 40 و60 درجة شمال وجنوب خط الاستواء شرق القرات بينما الإقليم القري يمتد بين دائرتين عرب 30 و60 درجة شمال وجنوب خط الاستواء وسط القرات ويمتد إقليم غرب أوروبا بين دائرتين عرب 40 و60 درجة شمال وجنوب خط الاستواء غرب القرات أما من حيث درجة الحرارة والأمطار فإن الإقليم اللورنسي بارد شتاء معتدل صيفا أمطار طوال العام وتزداد صيفا أما الإقليم القري فشتاء طويل شديد البرودة صيف قصير دافئ أمطار قليلة وتزداد في الصيف بينما إقليم غرب أوروبا بارد شتاء معتدل صيفا أمطار طوال العام تزداد في الشتاء الأقليم القطبية الباردة من حيث الموقع الفلكي يمتد بين دائرتين عرب 60 و90 درجة شمال وجنوب خط الاستواء أما من حيث درجة الحرارة والأمطار فشتاء طويل شديد البرودة صيف قصير دافئ وتساقط على شكل سلوج والآن أعزاء الطلاب هيا نجيب على أسئلة تدريبات الكتاب المدرسي صفحة 37 38 و39 السؤال الأول أعزاء الطلاب اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية واحد أي الأقليم التالية يتميز بصيف حار وجاب وشتاء دافئ وممطر البحر المتوسط الصيني القطبي اللورنسي أنتظر منكم الإجابة أحسنتم الإجابة الصحيحة هي أقليم البحر المتوسط رائعون إثناء أقليم مناخي يمتد بين دائرتين عرض صف وثمان درجات شمالا وجنوبا الصيني الاستوائي المداري الصحراوي رائعون إجابة رائعة الإجابة الصحيحة هي الاستوائي ثلاث من أوجه التشابه بين الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط أن كليهما يمتد في شرق القرات ترتفع فيه الحرارة طوال العام تسقط فيه الأمطار طوال العام يقع بين دائرتين عرض ثلاثون درجة وأربعون درجة من توصل إلى الإجابة أحسنتم الإجابة الصحيحة هي يقع بين دائرتين عرض ثلاثون وأربعون درجة جمال وجنوب خط الاستوائي أربع توجد دولة قطر ضمن إقليم المناخ المداري الصحراوي اللورنسي الصيني رائعون إجابة صحيحة الإقليم الصحراوي خمس إقليم مناخي يتميز بارتفاع درجة الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء ونظرة الأمطار القري الصحراوي المداري الصيني من توصل إلى الإجابة أعزاء الطلاب أحسنتم الإجابة الصحيحة هو الإقليم الصحراوي السؤال الثاني قارن بين الإقليم الصحراوي وإقليم البحر المتوسط من حيث الموقع الفلكي والحرارة والأمطار هيا بنا نجيب سويا من يذكر الموقع الفلكي للإقليم الصحراوي رائعون يمتد بين دائرتين عرب ثماني عشر وثلاثون درجة شمال وجنوب خط الاستواء بينما إقليم البحر المتوسط أحسنتم يمتد بين دائرتين عرب ثلاثون واربعون درجة شمال وجنوب خط الاستواء في غرب القرار من تيذكر الحرارة والأمطار رائعون الإقليم الصحراوي يتميز ارتفاع درجة الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء والأمطار نادرة بينما إقليم البحر المتوسط صيف حار وجاد شتاء دافئ مندر السؤال الثالث عرف مفهوم الإقليم المناخي أنتظر منكم الإجابة أعزاء الطلاب هناك من يذكر الآن الإجابة أحسنتم رائعون منطقة متشابهة في قصائصها المناخية من حرارة وأمطار ورياح ورطوبة ومتميزة عن غيرها من الأقاليم المجاورة أعزاء الطلاب والآن مع السؤال الرابع ما الخصائص المشتركة بين كل من واحد الإقليم الاستوائي والمداري أنتظر منكم الإجابة رائعون هناك من توصل إلى الإجابة سريعا الحرارة المرتفعة وغزارة الأمطار أحسنتم ما الخصائص المشتركة بين كل من الإقليم اللورنسي وغرب القرار يقعان بين دائرتين عرب أربعون درجة وستون درجة شمال وجنوب خط الاستواء كلاهما بارد شتاء ومعتدل صيفا وأمطار طوال العام أحسنتم ما الخصائص المشتركة بين كل من الإقليم القري والقطبي إني أنصت إليكم رائعون أعزاء الطلاب الشتاء طويل شديد البرودة وصيف قصير دافئ السؤال الخامس أكتب مدلول الأرقام الموجودة على خريطة الأقاليم المناخية واحد الإقليم انظروا إلى الخريطة أحسنتم رائعون الإقليم الصحراوي إثنان الإقليم بارك الله فيكم القطبي ثلاث الإقليم القري